وماذا في أن يقدم الضبع دليلاً جديداً على غدره؟ احتمى سلطان السلطنة الجديدة بالنيتو وهرع إليه يستضل بظله بعدما أعطى أوامره للتحرش بروسيا هذا ما يسميه إعلام الأسد ومؤيدوه بالغدر حيث الحفاظ على السيادة الوطنية الحقيقي لا بضرب معارضته ولا المتظاهرين ضده بل بضرب كل من تسول له نفسه التعدي حدود بلاده دون إذن بالطبع لا يشمل ذلك حدود الأسد المخترقة من مشارق الأرض ومغاربها ولا تمشي في الأرض مراحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً تلك الرسالة التي وصلت للروس وهم يشاهدون طائرتهم سوخوي 24 فخر الصناعة الروسية تتهاوى كالورق بنيران صواريخ تركية طعنت بوتين في الظهر كما صرح نعم لقد انتفق القيصر وغضب وبدأ لطمياته أمام العالم وإطلاق فقاعات من التهديدات في أن العواقب ستكون وخيمة الطيارة الروسية والموضات التركي نحن شو دخلنا؟ فليتعلم النظام السوري وأبواقه معنى السيادة الوطنية التركية هكذا علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل امتناع الأسد عن التصريح على الرغم من محاضراته عن السيادة الوطنية والتي تناولها وزير إعلام النظام حسب ما أكدته ثانا في تعقيبه على الحادثة بقوله إن إسقاط المقاتلة الروسية فوق الأراضي السورية يمثل انتهاكاً للسيادة السورية لم يطل صمت موالو نظام السيسي والأسد حتى أطل علينا هاشتاغ اغضب يا بوتين بتعليقات تعبر عن ضحالة التفكير والمنطق كما علق بعض المؤيدين للسيسي ليه مش حسين بزوجته بنت الطيار الروسي؟ إزاي تركيا تقتل طيار وتحرم أسرته منه؟ وكأن هذا الطيار البريء كان يلقي الورود على المدنيين ولا يحرم الأمهات من أطفالهن والنساء من أزواجهن الله أكبر الله أكبر الله أكبر قصف الطياران الحربي الروسي على كفرنبوذي حتى الآن لم يتبين شيء من الرد الروسي إلا بتحريك بعض الأحجار لها في حوض المتوسط حيث وصلت البارجة موسكو إلى اللاذقية وهي أهم بارجة لإسقاط الطائرات وأعلنت موسكو أن أي هدف يشكل خطرا عليها ستضربه وتسقطه ومعنى ذلك أن الرئيس بوتين لن يقبل بالتهدئة ومعن حربا عالمية جديدة مستبعدة إلا أن الأرض السورية أرض تصفية حسابات فهل سترد روسيا على تركيا في سوريا؟ وما مصير العملية السياسية التي شاركت روسيا وتركيا في صياغتها في فيينا؟